بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أتق الله ولا تطي الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تمنون خبيرا وتوكل على الله وتفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأقفت عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخفأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأدواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تسعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب مستورا وإذا خذنا من النبيين ميتاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وإيسى بن مريم وأخذنا منهم ميتاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا ليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تاروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسأل منكم وإذ غطل بصور وبلغت القلوب الحنادر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عرة وما هي بعرة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سؤلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا قال قد كانوا وآهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان أهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن راد بكم سوءا وراد بكم رحمة وذا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألفنات حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الحزاب لم يذهبوا وإيات الحزاب يردوا لو أنهم بادون في العراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه فمنهم من قضوا نحبه ومنهم من ينتهر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وارد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفر الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوب مرب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين أمتكم وأسرحكم سراحا جميلا وإن وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما يا نساء يا نساء مبيئ من يات منكم بفاحشة مبينة يضعف لها الأذى مضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نوت يا أجر مرتين وأعتدنا لها وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء مبيئ لستنك أحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكم ولا تمرجن الجاهل يتلولا وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن jeem إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمومنات والقالدات والصادقين والصابرين والصابنات والخواشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين هروجاً والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً تكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة واتق الله وتخفي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى ولما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ثمت الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ما كان محمد نباء حزم رجالكم ولا في رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوا بكرة وأصيلاً هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً تحيتهم يوم إلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً سلام منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً يا أيها النبي 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 يا الله يا أيها النبي ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من زواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يبينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانثين لحديث إن ذلكم كان يوزن نبي أفاستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهم متاعا فاسألوهم من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن توزوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا زناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا نسائهن ولا ما ملك ضمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يوزون الله ورسوله لعنهم الله بالدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يوزون المؤمنين والمؤمنات بغير اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقول لأزواجك وبناتك ورساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوزين وكان الله غفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرشفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاولونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا اسهلك الناس عن الساعة قل إنما علوا عند الله وما يجريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعل الكافرين وأعد لهم سعيدا خالدين فيها أبدا لا يجدون لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم بعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا لما نتعى السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشرقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنين فكان الله غفورا رحيما